الغلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الوحيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والصراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم هذا البرنامج الذي ننتظره وانتظره معكم خفقات مكية والذي يبعث في نفوسنا الأمل وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ربوا على مائدة القرآن الكريم وعلى مائدة محبة الله تبارك وتعالى وتعالى حتى استطاعوا أن يتحملوا هذه الأمانة العظيمة لينشروها في بقاع الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا توقفنا في الحلقة الماضية عند الحديث عن الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى وكيف أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع نبيهم ربهم تبارك وتعالى حبا ملك عليهم نفوسهم وأرواحهم فجعلت كل ما يملكون لا يساوي شيء في جناب الله تبارك وتعالى فأقبلوا على دينهم وأقبلوا على ربهم إقبالا شهد له كل الخلائق في السماوات وفي الأرض حتى وضع لهم القبول في الأرض فلا يسمع بهم أحد إلا ترضى عنهم ولا ينتقلون إلى أحد إلا استجاب لدعوتهم هذا قبول الله تبارك وتعالى الموضوع لهم في الأرض ذكرنا أن أهم وأول سبب من أسباب محبة الله تعالى أو الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى تلاوة القرآن الكريم بالتدبر والتفهم لمعانيه والعمل بما فيه من أوامر ونواه أقول لكم إخوة الكرام الكفار في مكة فطنوا لهذا الأمر فكان هدفهم الأساس أن لا يسمع الناس هذا القرآن فضلا أن يسمعوا عن محمد صلى الله عليه وسلم فإن كفار مكة بذلوا كل الجهد في أن لا يصل أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعوا كل السبل وكل الطرق المؤدية إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى مجتمعه الذي كان يجتمع فيه في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم أو في أي مجلس يجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو أو أحد من أصحابه ثم الخطوة الثانية أنهم حرسوا أن لا يصل القرآن إلى الناس حتى قال الله تعالى مثبتا هذه الوسيلة التي اتخذوها للصد عن سبيل الله قال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون لماذا أنت حينما تقرأ هذه الآية أو حينما تقرأ أختي المسلمة هذه الآية لابد أن تقف عندها ما الذي جعل الكفار يحرصون كل الحرص ألا يسمع أحد من كتاب الله ولا آية لا تسمعوا لهذا القرآن هذه وصية كأنها في كل مجلس من مجالسهم يوصي بعضهم بعضا ألا يسمعوا القرآن الكريم بل يهتموا بالتشويش عليه والتصفيق والتصفير بين يدي من يقرأه حتى لا يصل كلمة ولا حرف منه إلى أسماع الناس لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه يعني مش بس لا تسمعوا لأ كمان اللي بيقرأوا شوشوا عليه حتى لا يصل صوته ولا كلماته إلى الناس لماذا؟ لعلكم تغلبون وكأن الغلبة كل الغلبة في أن يكون بينك وبين القرآن حجاب بينك وبين القرآن حاجز أنت الآن حينما لا تفتح المصحف ولا تقرأ منه آية ثم تدعي أنك مسلم وأنك مؤمن وأنك محب لله تبارك وتعالى وأنك يطيب لك الإسلام فأقول لك لعل كلامك هذا غير صحيح بل ربما أجزم أنه غير صحيح لأن البعد عن القرآن يحرمك من التلذذ بالصلاة والصيام والذكر والصدقة وكل أفعال الخير القرآن الكريم نور يبعث في النفوس وفي القلوب وفي الصدور يجعل الجوارح تنطلق إلى طاعة الله تبارك وتعالى ما سمع أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ولا في غيرها وهو يقرأ القرآن أو يسمع صورة أو آية نزلت على رسول الله إلا وينفتح لها قلبه وينشرح لها صدره وينصط لها بأذنه إلا من كتب الله عليه الشقاوة والضلال في الأزل فإذا ما سمع هؤلاء القرآن أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم معترفين أنه قول رب العالمين وقد كان العرب جهابذة كبار في علم اللغة وفي الشعر وفي النثر ولهم معرفة عميقة بالسحر وبالكهانة ولهم اطلاع على ما كان عند الأولين من أقاصيص وروايات وأكاذيب وغير ذلك فأيقنوا عندما سمعوا القرآن أن القرآن غير كل هذا غير كل هذا بل واعترف الوليد بن المغيرة حينما سمع القرآن من رسول الله سأسلم وقد ذهب إليه من أجل أن يفاوضه أن يتنازل عن دعوته في مقابل أن توفر له الحياة الكريمة أن يعطى المال فيكون من أغنى الناس أو يزوج بأجمل النساء أو يمكن من أن يكون سلطانا عليهم أو غير ذلك بشرط أن يدعى القرآن ويدعى الإسلام ويترك هذه الدعوة فلما انتهى الوليد بن المغيرة من كلام قال أنتهيت قال بلى فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل صورة فصلت حتى بلغ إلى قوله تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فقام الرجل فزعا من أمام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قومه مسرعا حتى رأوا في وجهه التغير قالوا والله لقد جاء الوليد بغير الوجه الذي ذهب به سبحان الله برضو هنا لنا وقفة وكأن القرآن يبعث السرور في الوجه وينير الوجه ويجعل النظرة تختلف عن نظرة من لم يسمع أو يتدبر القرآن الكريم لقد جاء بوجه غير الوجه الذي ذهب به في تغيير حصل في تغيير حصل في تركيب هذا الرجل ماذا دهاك يا أيها الرجل الذي ذهبت من أجل أن تناظر محمدا أو من أجل أن تحيد به عن دعوتي قال والله إني سمعت منه كلاما ليس هو بالسحر فأنا أعلمكم بالسحر ولا بالكهان فأنا أدراكم بالكهان ولا بالشعر فأنا أحفظكم للشعر إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله فإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغضق وإنه ليعلو ولا يعل عليه أجرب نستمع للقرآن سبحان الله كأن القرآن هذا أو القرآن له أثر عجيب في النفوس ولما نعم لأن الذي خلق النفوس هو الذي تكلم بهذا الكلام العظيم الذي خلق النفس البشرية هو الذي تكلم بكلامه هذا القرآن الكريم وأنزله على قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم فكان لزاما أن يكون لهذا النفس لهذا القرآن اعتمال في النفس البشرية فالنفوس البشرية إذا سمعت القرآن والله وإن لم تكن من أصحاب اللسان العربي فكم من أعجمي سمع القرآن لم يفقه معانيه لكن جرس القرآن في أذنه وأثر القرآن في نفسه جعله يبكي وجعله يسلم وقد رأينا من هؤلاء الكثير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الإيمان في الثرية لطالته أيدي رجال من فارس والروم نعم لقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحق وهذا القرآن وهذا الدين إن كذبه العرب فإن فارس والروم سيسبقونهم إليه ولو كان الإيمان في الثرية يعني في السماء يعني معلق في نجوم السماء لناله هؤلاء الناس إن أثر القرآن في النفوس عظيم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون إن سماع القرآن من أذن اختلط عليه الحق والباطل أو من مريض إن سماع القرآن إسماع القرآن لمريض سواء بمرض نفسي أو مرض من أخلاط الجن أو مرض من أمراض البدن لو استمع هذا المريض للقرآن استماعاً فيه تدبر وفيه تفهم لمعانيه لشفاه القرآن الكريم إي والله القرآن شافي من كل الأمراض مهماً كان هذا المرض حتى لو كان هذا المرض مرضاً مادياً بدنياً لكن العبرة بالثقة العبرة بالإيمان العبرة بكمال التوكل فهذا سعيد أبي سعيد الخدري حينما قرأ الفاتحة الفاتحة فقط على رجل رجل لديغ لدغه عقرب وصب العقرب ثمه في جسد هذا الرجل فرقاه تفل عليه أبو سعيد الخدري على رجله ثم مسحها وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الفاتحة قرأ الفاتحة فقام الرجل وكأنما نشط من عقال أي أن كلام الله تبارك وتعالى بدد وفتت ثم العقرب بحيث أنه أبطل مفعوله ولم يؤثر في الرجل فكأن الرجل قام وكأنما نشط من عقال كأنه كان مربوط كان متكتف واتفك الرباط بتاعه أو تفك العقال بتاعه ولما ذهبوا لرسول الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث فقال وما يدريك أنها رقية وما يدريك أنها رقية أي أنها نعمة هي نعمة رقية هي الشافية هي الكافية وكذلك القرآن كله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين خلي بالك من القرآن هنا يعني مش من بعض القرآن عشان بعض الناس يقول لك اقرأ بس الصورة دي والصورة دي والصورة دي لا ده كل آية في كتاب الله تعالى شفاء من كل الأمراض لكن واحد يقول الله يا ما بن قرأ القرآن ويا ما قرأ القرآن على مرضى ويا ما قرأ القرآن على لديغ ويا ما قرأ القرآن على مسحور وعلى ملبوس وعلى وعلى ولم يؤثر فيه أقول كما قال الخليفة الراشد عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا هذا القرآن الذي قال الله عنه لا يمسه إلا المطهرون فمس أثر القرآن بقلب لا يتحقق إلا إذا كان هذا القلب طاهرا من الشبهات والشهوات كمن مر القرآن له أثر إذا مس القرآن بدن إنسان أو قلب إنسان طاهر نقي من الذنوب والخطايا نقي من الشبهات والشهوات فإن للقرآن أثر عظيم في قلب هذا الإنسان لا يمسه إلا المطهرون لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا فالكفار قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن لأن مجرد سماع القرآن على طول بتنفتح له القلوب بتنقاد له النفوس الحق والقرآن النفوس المطمئن تحبه وتميلوا إليه وتركنوا إليه والغوا فيه لعلكم تغلبون كل أعداء الدين أهم شيء عندهم إن يبعدوك عن الدين لو ما بعدتش عن الدين يشوشوا ويشوهوا لك الدين عشان لما تحمل هذا الدين تحمله مشوش ومشوه فلا تتأثر به ولا يغير حياتك ولذلك أقول لك لا تأخذ دينك إلا من أهل الحق إلا من أهل العلم الذين هم أهله الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يخشى الله من عباده العلماء فالدين لا يعرفوا أو الرجال لا يعرفوا بالدين يعني يعني عشان واحد لابس لبس معين أو ليه شكل معين يبقى ناخد منه كل شيء لا الحق لا يعرف إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعرف الحق بالرجال لكن الرجال يعرفوا بالحق لا يعرف الحق بالرجال لكن الرجال يعرفوا بالحق يعني مش كل واحد له زي الدين والتدين يبقى هو كل ما يقول حق لكن كل من قال حقا يؤخذ منه وإن لم يتزيى بزي معين ومخصص إنما يخشى الله من عباده العلماء فقدم الله تبارك وتعالى صفة العلماء عليهم فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء أهل الخشية هم الذين يتأثرون بأوامر الله تبارك وتعالى ويؤثرون بكلام الله تعالى في الخلق أما الذين لا يخشون الله تبارك وتعالى فهؤلاء لا ينتفع أحد من بكلامهم بشيء القرآن له أثر عجيب عند سماعه أو تلاوته فهل تجد هذا في نفسك؟ ده سؤال ده سؤال القرآن له أثر عظيم عند سماعه أو تلاوته هل أنت بتجد أثر عند سماع القرآن أو عند تلاوته في نفسك؟ إذا وجدت هذا الأثر فنعم القلب قلبك فأنت رجل مؤمن أما إذا سمعت القرآن وكان القرآن على سمعك كما تسمع أي كلام آخر أو عند قراءة القرآن كأنما تقرأ جرنال أو أي كتاب أو ما شبه ذلك فاتهم نفسك اتهم نفسك فإن القرآن كلام الله تبارك وتعالى القرآن كلام الله تبارك وتعالى وهو أعظم الكلام وأفضل الكلام وأعظم الحديث وأصدق الحديث وأصدق القول وأعظم التنزيل كلام الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إذا قرأت السورة من القرآن فوجدت أن حالك بعد قراءة السورة أفضل من حالك قبل قراءة السورة فأنت انتفعت بالقرآن أما إذا قرأت القرآن فكان حالك بعد قراءة السورة هو مثل حالك قبل قراءة السورة فأنت لم تنتفع بالقرآن الكريم ويلزمك أن تطهر المحل الذي يجب أن يستقر فيه القرآن وهو القلب طهر قلبك من الشبهات والشهوات حتى تنتفع بالقرآن الكريم إذا أول وسيلة وأول سبب وأول طريق يوصلك إلى محبة الله مداومة تلاوة كلامه تبارك وتعالى مداومة تلاوة القرآن وتدبر معانيه وتفهم مراميه هذا الذي يؤدي بك إلى محبة الله تعالى وكما ذكرت لك قبل ذلك أنك إذا جاءتك رسالة من حبيب أو من صديق فأنت تقرأها المرة والأخرى كل يمتع تقر فيها تقر فيها انت قرأتها انت حفظتها ولازلت تقرأها فأنت تقول هذا كلام حبيبي فلا أشبع منه أبدا كذلك القرآن الكريم ولله المثل الأعلى القرآن رسالة الله لك أيها الإنسان رسالة الله لك أيها المسلم فاقرأ رسالة ربك وكرر القراءة وتدبرها وافهم مراد الله منها لماذا أنزل الله عليك القرآن لماذا أنزل الله لك القرآن لماذا وصل الله لك القرآن لتعمل به لتتدبر ما فيه لتعمل بما فيه لتأتمر بأوامره لتنتهي عن نواهيه لا من أجل أن تزين به سيارتك أو يعني الأرفف عندك في البيت أو تضهو على صدور المرضى والزمنا أو تعلقه النساء على صدورها أو يقرأ على المقابر إنما أنزل القرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين إبه ده أول سبب وده أعظم سبب وأهم سبب أن تداوم على قراءة القرآن الكريم اختم القرآن كل شهر مر مش هقولك كل أسبوع ولا كل عشر تيام خليها كل شهر مر طول السنة تبقى على الحال ده كل شهر تختم القرآن مر تجي في شهر رمضان اختمه بماشئ ثلاث مرات بقى خمس مرات سبع مرات عشر مرات ستين مرات زي ما كان سيدنا الإمام الشفعي بيختمه ستين مرات وزي سيدنا الإمام عثمان بن عفان لما ختم القرآن في ركعة واحدة من بعد صلاة العشاء وحتى يعني الفجر ختم القرآن كله في ركعة واحدة إذا استطعت أن تفعل هذا فلا بأس لكن لا يكن همك آخر الصورة وتترك التدبر مش يبقى همك أنك تخلص وخلاص لما هتقرأ كل يوم جزء من القرآن الكريم هتختمه كل شهر وممكن الجزء ده تجزأه الخمس تجزاء مع كل صلة تقرأ جزء من هذا الجزء يعني لو الجزء مثلا دوت عشر صفحات يبقى مع كل صلاة تقرأ صفحتين كل صلاة تقرأ صفحتين ما بين الأزان والإقامة أو بعد ما تخلص صلاة الفريضة أو قبل صلاة الفريضة أي أنك تقرأ الصفحتين دول هتيجي على العيشة هتلاقي نفسك خلصت الجزء النهار وثاني يوم وثالث يوم هتيجي في آخر الشهر طبيعي جداً هتكون خلصت القرآن كله وختمت القرآن في هذا الشهر كرر هذا ستجد أثراً عظيماً في قلبك أثراً عظيماً في نفسك هتلاقي بينك وبين المعاصي حجاب يعني ربنا سبحانه وتعالى هيحفظك ويحميك من كل المعاصي سواء كانت شبهات أو شهوات كمان هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يحفظك ويرعاك ويبارك فيك ويبارك لك في رزقك وينور لك وجهك ويجعل لك قبولاً في الأرض من تحبيت كلامه يعني حبيته سبحانه وتعالى يبقى كده كل الخلق هيحبوك إذا أحب الله عبداً نادى يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض تلاقي الناس بتحبك كده زي ما قولنا قبل كده لله في لله بيحبوك قولك لو الرجل دارة بشوفه كده سبحان الله قلبي بتشرح له الشخص ده لما بقابله كده سبحان الله بحس بارتياح نفسي فلان ده والله لما برحب على بس خمس دقايق يا سلام كل الهموم والغموم بتزول من على زهني ومن على قلبي ليه؟ لأن هذا الرجل أحبه الله فوضع له القبول في الأرض فكان سبباً لسعادة من حوله من الناس كما سعد بكلام الله تعالى تاني سبب من أسباب حب الله تبارك وتعالى المداومة على أداء النوافل بعد أداء الفرائد قولنا بكده حديث الإمام البخاري الذي رواه أبو هرية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة حينما قال الله تبارك وتعالى من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وليزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعذن إلى آخر الحديث فهذا الحديث يبين أن من والى الله بطاعته ولاه الله بحفظه ورعايته بل ويغضب الله تبارك وتعالى لمن آذاه بل ويؤذنه الله تعالى بحرب من عنده يؤذن هذا الذي آذى الوليه الصالح بحرب من عنده والولي الصالح كما مذكور في الحديث ومذكور في القرآن الكريم هو من والى الله بطاعته فأنت إذا واليت الله بطاعته يعني تتابعت الطاعته فأنت تصلي وتصوم وتزكي أو تتصدق تذكر الله تبارك وتعالى تأمر بمعروف تناعا منكر تبر الوالدين تعمل عمرة تعمل حج تغطميط الأذى عن الطريق تعينه محتاجا تخفف عن مهموم عن مغموم إلى آخره كل الطاعة التي تؤدي هذه الطاعة التي توالي فعلها أنت تتوالي فعل الطاعة إذا أنت كده ولي لله إذا وليت الله بطاعته فأنت ولي لله الجزاء السريع لك هو أن يواليك الله تعالى بالحفظ والرعاية من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب كل ولي من أولياء الله حينما يعاديه أحد ولو عاداه أهل الأرض جميعا لعاداهم الله تعالى وآذنهم بالحرب تعظيما لحق وليه وغيرة على أوليائه الصالحين سبحانه جل في علا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أحب بشيء تتقرب به إلى الله الفرائض يعني ما تبقاش تارك الفرائض وبتدور على النوافل ها ما تقولش مثلا ده الحمد لله أنا كل يوم بتصدق بصدق الحمد لله أنا والله كل يوم ببوس على إيد أبويا وأمي الحمد لله أنا لو لقيت أذى في الطريق بقى أميته الحمد لله أنا ما بأزيش جيراني الحمد لله ما بدايقش أي حد من يعني أصحابي ولا أصدقائي في العمل إلى آخر تب بتصلي يا فلان تب بتصلي يا فلانة لا ما بصلي معلش هي المشكلة بس في الصالة أنا ما بصليش تبقى لابس الحجاب يا فلانة هي المشكلة في الحجاب بس والله أنا جوايا نضيف يعني دعيلي ربنا لا إزاي تتقرب إلى الله بالنوافل وأنت ساب الفرائض أول ما يتقرب به العبد من ربه هو الفرائض الفريضة الأول الأركان الأول لما بتيجي تبني بناء لما بتيجي تبني عمارة تبني أي مصنع تبني أي شيء الأول بتحط الأواعد وتضع الأركان والأعمدة ثم بعد ذلك تكمل البناء والتشطيب لهذا المصنع أو لهذا البيت أو لهذه العمارة لكن مش معقول تجيب الراجل اللي هيعمل لك المحارة واللي هيعمل لك الدهانات ويعمل لك الكهرباء ويعمل لك السباكة ويعملها لك في الهواء لازم يكون في شقة مبنية والشقة المبنية دي لابد أن تكون على قواعد وأعمدة وإلا فيبقى كل هذه الأعمال في الهواء لا قيمة لها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة هكذا يقول الله تعالى في أعمال الكفار فالكفار هون تفكر الكفار دمهم يعملوا ليش صالحات بيعملوا صالحات بيعملوا صالحات ويقيموا ملاجئ للأيتام وبيتصدقوا وربما يرصفوا الطرق ويقيموا المدارس والمستشفيات بيعملوا صالحات كتير لكن هذه الصالحات لا يجعل الله لا ثوبا في الآخر هم بيقضوا ثوبا في الدنيا لأنهم فعلوا هذه النوافل وهذه الصالحات على غير بناء فين الإيمان اللي هتبني على الصالحات دي فين قواعد الدين وفين أركان الإيمان اللي هتبني عليها هذه الصالحات اللي بتعملها مش موجودة مش موجود يبقى لازم الأركان بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل دي الأركان بعد كده أحط بقى جنبيها نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الزكاة ونوافل الحج والعمرة حط جنبيها بر الوالدين حط جنبيها الإحسان إلى الجيران حط جنبيها إيمطة الأذى الأمر بالمعروف إنها هي عن المنكر حط جنبيها كل بابني مستشفات ابني مساجد ابني آآ آآ مدارس ارصف طرق ازرع شجرة اعمل كل شيء من الصالحات خلاص دي بقى بالزبط زي التشتبات اللي بتشطب بيها العمارة اللي انت بنت تبنت العمارة الأول عواميد كده وبعدين بتقفل الطوب وبعدين بتقفل التشتيب بتاعها من الداخل ومن الخارج يبقى كده اكتمل البناء لكن ما تجيش تعمل التشتبات وهو ما فيش عمارة أصلا ما تجيش تعمل التشتبات وتبني في الهوى وما فيش قواعد ولا أعمدة ما فيه لابد أن تنتبه لهذا يبقى ربينا سبحانه وتعالى قال وما تقرب إلي عابدي اللي هو الوالي بقى ده بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أحب شيء تتقرب به إلى الله الفرق واحد يقولك الحمد لله أنا هنا أبيض قلبي أبيض وبعدين ولا بسرق ولا بازني ولا بشرب خبر ولا بأز جراني وبعدين بتصلي لا بتصوم والله يصل الصيام بيتعبني طب حجت والله يصل الحج ده مشقة وبعدين لسه صغير طب بتطلع بتطلع الزكاة أنا بطلع اللي أقدر عليه أنا بكبش وبطلع وخلاص ده ما ينفعش ما ينفعش إن الله تبارك وتعالى أمر أن تعبدها وحدة وتعبده بمشارع ما ينفعش يتعبده بهواك ما ينفعش تعمل اللي على مزاجك واللي على مزاجك ما تعملوهش لا واللي مش على مزاجك ما تعملوهش أبدا قال الله تبارك وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغفل عما تعملون هناك هو ناس أيضا بيعملوا الأركان دي أتوا بأركان الإسلام ولكنهم يتعدون حدود الإسلام يتعدون يقعون في المحرمات وأقبح المحرمات على الإطلاق بعد الشرك بالله القتل وإسالة الدماء إسالة الدماء أول ما يقضى فيه بين الخلق يوم القيام حينما يستهين الإنسان بدم إنسان لا أقول بدم إنسان فإنه حسابه عند الله عسير أول ما يقضى يوم القيامة يقضى في الدماء أول ما يقضى يوم القيامة يقضى في الدماء فالذي يستهين بدماء الخلق الذي يستهين بدماء الناس حتى ولو كان هذا المستهان به مش إنسان بس ده حيوان لو أن إنسانا حبس قطة ومنع عنها الطعام والشراب حتى ماتت حبسه الله في النار بسبب هذا فقد ذكر النبي أن امرأة دخلت النار في هرة عشان خاطر قط حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فتركتها حتى مات فدخلت فيها النار وامرأة أخرى بغي من بغية بين إسر كانت ترتكب ألف حشة وتبيع عرضها لمن يدفع عياذا بالله لكنها رقت لكلب أصابه العطش حتى كاد أن يقتله العطش فملأت مقاة ملأت الخف بتاعها وطلعت قدمته للكلب الكلب شرب حتى ارتوى فشكر الله لها فغفر الله لها فأدخلها الله الجن يبقى القضية هنا مش مجرد بس آتي برضو بالأركان لابد أن أبتعد عن كبائر الزنوب إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم يبقى السيئات الصغيرة ها صغائر الزنوب متى تكفر إذا اجتنت الكبائر أما واحد بيرتكي بالكبائر يبقى هيؤخذ بالكبائر وبالسيئات هيؤخذ باللمم هو كده بل قانون بتاع ربنا مادم أنت ما بترتكبش الكبائر لا شرك بالله ولا أكل ولا شرب خمر ولا زينة ولا عقوق والدين ولا فرار من الزحف ولا ربا ولا قذف المحصنات الغافلات كما ذكرنا في الحديث حديث الموبخات فإن الله تبارك وتعالى يكفر عنك صغائر الزنوب طيب واحد ارتكب حاجة من المبقات دي يبقى يتحاسب عليها وعلى صغائر الزنوب هو ده قانون ربنا سبحانه وتعالى يبقى عندي دلوقتي ما ينفعش تعمل النوافل وانت مش عامل الفرائض وما ينفعش تعمل الفرائض وكمان تأتي معاها بالكبائر بأكبر الكبائر فإن هذا ربما يهدم ما قدمته من صالحات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم في الحديث يأتي أناس يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهام أعمال كالجبال عمل صالحة يعني ويأتي وقد ضرب هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وسب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرحة في النار يبقى القضية خطير يبقى مش مجرد أنك تعمل الصالحات وبعد كده انت حر لا ومش مجرد أنك تعمل النوافل وبعد كده انت حر لابد الأول تؤدي الفرائض ثم تأتي بالنوافل ثم تجتنب الكبائر والمحرمات عند ذلك تبقى إن شاء الله في أمان وتبقى مطمئنة أن تكون من عتقاء الرحمن يوم القيامة بل تكون من أولياء الله الصادحين وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب هنا بقى الجزاء هو يبقى هنا درجة المحبوبية دهيت بتأتي بعد درجة أداء فرائض العبودية تبقى أنت عبد لله قد الفرائض قدت الفرائض أنت كده يعني قد أديت معلك أنت كده اسمك مقتصد جئت بالواجبات وتركت المحرمات طيب لو عملت بقى النوافل تبقى اسمك سابق بالخيرات إذا سابقت بالخيرات غيرك فاعلم أنك محبوب عند الله وإذا أحبك الله إيه إيه دليل محبة الله لك تلاقي عينك دي ما بتروحش للحرام تلاقي سمعك ده ما يسمعش الحرام تلاقي رجلك دي ما تمشيش في الحرام تلاقي إيدك دي ما تمدهاش على الحرام تلاقي جيبك ده ما بتدخلوش حرام وهكذا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يسعى بها ولئن سألني لو أعطينا كمان تبقى مستجاب الدعوة وإن استعاذ بي لأعيذن وإن استغاثني لأغيثن كما جاء في حديث آخر إذن إخوات الكرام تاني مرتبة أو تاني سبب تاني طريق يؤدي بك إلى محبة الله أن تفعل النوافل كلمة نافلة يعني إيه نافلة يعني زيادة ومن الليل فتهجت به نافلة لك يعني كان نوعه السلام يحض على أن يقوم الليل نافلة يعني زيادة عما افترضه الله عليه وكان ذلك في حق نوعه السلام واجب وفريضة بينما في حقنا نحن فهو نافلة فقيام الليل هذا من النوافل صلاة 12 راكعة مع الفرائض يعني راكعتين قبل صلاة الفجر واربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشة كده 12 راكعة كمان يبنى لك بهم بيت في الجنة تصلي الوتر تصلي قيام الليل وتصلي الوتر يخيق المولى عز وجل لحر جهنم وتكون ممن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في مرتبة النبيين والصدقين والشهداء والصالحين ويخيق المولى عز وجل المرض اللي بيبقى في البدن فإن قيام الليل مطردة للمرض يعني البدن سبحان الله قيام الليل بيطرد المرض عن البدن قيام الليل له فوائد عظيمة جدا إذن هنا بالنسبة للصلاة في نوافل للصلاة وفيه من النوافل الليل قبله بعد الصلاة الفريضة وكمان فيه قيام ليل زائد بقى إذا كان ركعتين استخارة إذا كان ركعتين شكري لله تباركه وتعالى أو زجدة شكري لله ركعتين خضاء حاجة صلاة أي صلاة من الصلاة التي زي صلاة الاستسقاء صلاة الكسوف صلاة الخسوف كل هذه نوافل زي صلاة العيد كل هذه من النوافل التي إذا أداها العبد مع الصلاة المفروضة كان من المحبوبين عند الله تباركه وتعالى نوافل الصياء بتصوم رمضان فيه نوافل إنك تصوم ثلاثة أيام من كل شهر إنك تصوم اثنين وخميس إنك تصوم الأيام الأولى من زي الحجة أو تصوم بعضها إنك تصوم يوم عرفة إنك تصوم يوم عشهراء إنك تصوم في شهر المحرم وتترك كما كان مع السلام يفعل إنك تكثر من الصيام في الشتاء عنهم في الصيف أو تكثر من الصيام في الصيف ليقيق المولى عز وجل حر جهنم وحر يوم القيامة كل هذه نوافل ترفع درجتك عند الله وأيضا تكون سببا في محبك الله لك أيضا بتخرج الزكاة تخرج بها الصدقة هذه نوافل الصدقات نافلة الحج والعمرة الحج مرة أحدى في العمر لو حجيت أكثر من مرة تبقى نوافل لو اعتمرت أكثر من مرة تبقى نوافل وهكذا هناك نوافل كثيرة جدا في نافلة يعني زيادة عن ما افترضه الله عليه كل ما افترض هو اللايك وسمى فريد اللي ما فارضوش ربنا عليك اسمه نافلة النوافل دي إذا أديتها ارتقيت إلى مرتبة محبة الله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي من بالنوافل حتى أحب خلي بالك من كلمة لا يزال دي لا يزال يعني يعني النوافل اللي انت بتعملها ما بتعملاش مرة وتنقطع لا أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإنقل لازم تداوم عليه هتصلي قيام ليل يا عم لو هتصلي ركعتين كل ليلة لحد ما تموت خير وبرك هتصلي أربعة لحد ما تتوفق الله خير وبرك صلي 11 صلي خمسة صلي سبعة المهم تداوم المهم المداومة لإن الله تبارك وتعالى كما كان صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله لا يمل حتى تمل أي لا يقطع عنكم ثوابه ورحمته حتى تنقطعه عن الصالحات فلا تقطع نفسك من رحمة الله ولا من رعايته ولا من محبته داوم على فعل الطاعة كل يوم لك مثلا خمس صفحات زي ما قلنا من المصحف بتقرأهم أو تمن صفحات أو عشرة صفحات كل يوم مع كل صلاة بتقرأ صفحة بتقرأ صفحتين خلاص على كده ما تكترش هتلاقي نفسك خلاص القرآن زي ما قلت في الشهر غير بقى بتقول ايه أنا ان شاء الله كل يوم هقرأ خمس اجزام القرآن وتقعد تنس على نفسك تلاقي نفسك أول يوم نشيط تاني يوم النشاط قال لي شوية ثالث يوم النشاط قال لي شوية تيجي بعد أربع خمسة أيام ما بيتش تقرأ خالص لكن لو بتقرأ كل يوم عشر صفحات مع كل صلاة صفحتين اتنين أو خمس صفحات مع كل صلاة صفحة واحدة هتلاقي نفسك ختمت القرآن في شهر أو أكثر بقليل لو قرأت صفحة واحدة يبقى انت كده قديت النوافل واستمرت فيها ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل لا يزال شوف الليه شوف المتابعة شوف التوالي كلما تتوال توالي الله بالطاعة يؤاليك الله تبارك وتعالى بالحفظ والرعاية هذا هو السبب الثاني لمحبة الله تعالى للعبد أو السبب الثاني الذي يملأ قلبك بالمحبة لله تبارك وتعالى أو السبب الثاني الذي يبسط الله لك القبول في الأرض به شوف سبحان الله ربنا هيبسط لك القبول في الأرض بهذا الطاعة السبب الثالث بقى وده مهم جدا 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 ألا وهو مداومة ذكر الله تبارك وتعالى الذكر الذكر ده ده عبادة عبادة مستقلة عبادة لا يستطيعها إلا الأفذاذ إلا الجابذة إلا المحبون لأن دايما الحبيب لا ينقطع لسانه عن ذكر حبيبي تعصي الإله وتزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع إن كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع تنسى الإله وتزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع إن كان حبك صادقا لذكرته إن المحب لمن يحب ذاكره لابد أن تكون دائما ذاكر لله تبارك وتعالى لما جه رجل للنبشة صلى الله عليه وقال له يا رسول الله لقد كثرت علي شرائع الإسلام الفرائض كتير علي فمرني بعمل أتشبث بي قل لي على حاجة سهلة أمسك فيها بإيدي وسناني علشان أنجو بها من عذاب ربي وأكون فيها في الجنة معك يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبشة صلى الله عليه وسلم قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عارف يعني إيه رطب إن اللسان يبقى رطب يعني لا ينقطع لسانك عن الذكر ولا تقطع الذكر عن لسانك لا تقطع الذكر عن لسانك ذكر الله تبارك وتعالى هذا من أقوى الأسلحة وأعظم الحصون وأسهل الأعمال كما قال نوع صلى الله عليه وسلم في الحديث سبق المفردون سبق المفردون سبق المفردون قالوا ومن هؤلاء يا رسول الله قال المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرة هؤلاء لهم السبق يوم القيام واللي بيذكر مش بيذكره بس ده لابد أن يكون ذكره ذكرا كثيرا حتى يقال له مجنون مجنون أو مستهتر كلمة مستهتر دي يعني مش معناها أنه هو طارق للشيء المستهتر الذي انشغل بالله وذكره عن خلقه هو ده المستهتر سبق المؤسسابق المستهتر المجنون بذكر الله تبارك وتعالى يقول لك أذكر الله حتى يقال لك مجنون اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الحلقة الجاية إن شاء الله هنفصل وانطول وانبين الذكر وأنواعه وفضائله ولا بد أن نكون إلى أن نلتقي من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يسددنا وإياكم وأن يرزقنا محبته إلى أن نلقاه وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصن له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد الوهاد علم العظيم الواحد 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 الواحد